بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم قد نحطوه واحد لصفة خاصة بالرزق الناس اللي عندهم قلة الرزق الناس اللي باغين أنهم يعالجوا طاقة المال طاقة الجدب المال للناس اللي عندهم قلة الوفرة في البيت عندهم ديون دائما عندهم الخصاص في البيت دائما عندنا المال قليل كيفاش غادي نجدب طاقة الإيجابية في المال ناخد واحد طاقة رحمانية اللي غادي تعطيني طاقة زوينة ونديرها على الأقل يومين في الأسبوع جوج مرات في الأسبوع غادي تعطيني طاقة الجدب طاقة الجدب هي طاقة تكون عندك النية حسنة ديري وصفة ربانية فيها غير كلم الله مع الحرمل اللي قوي في التبخير تيطرد النحس السحر المرشوش تيطرد السحر الهوائي تيطرد الغبينة من الدار تيلا كنتم مصابين بالعين سبحان الله سبحان الله غادي يعطيكم الله الهدوء والسكينة وغادي تكون واحد طاقة إيجابية في المال إذن إلى الإنسان ولا مرتاح تيقدر يعطي في العمل يعطي في البيت يعطي في أي مكان وتولي سبحان الله الهدوء وربي تجلب البركة في البيت إذن لك تصدع المشاكل في البيت احترحة تتقلال وتتولي قلة الرزق وتولي النحس النحس يجدب طاقة السلبية وتيعطينا هذه الطاقة النحس إذن تصليوا كاملين على سيد الخلق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن شاء الله بحول الله خلواه بالتعليق وسبحان الله باب الرحيم باب المفاتح للخير تتفتحوا بالصلاة على الحبيب إذن خلوا تعليق بالصلاة على الحبيب أول حاجة غادي نخرجوا عند عطار قبلي دائما تنقولوا عطار قبلي لأنه تكون عنده الرواج مقبل إلى القبلة الناس القدام كانوا تتفاعلوا بعطار قبلي بقاون الناس يقولوا عطار قبلي إذن غادي ناخدو الحرمل غادي ناخدو الحرمل غادي نحطو فيه نقود صفراء لي عندو نقود صفراء غادي نحطو فيه المسك الأسود ولا الأحمر ولا الأبيض أو المسك عطري ولا المسك عطري غادي نديروه عدنا النواة ديل طمر النواة ديل طمر عدنا القرنفل القرنفل لأن القرنفل هو رائع في طرد النحس عدنا أوراق السدر أوراق السدر غادي نحطوه واحدة الكمية قليلة مع حبات السنوج السنوج توا غادي تحطوه على الأقل الحرمل يكون كتير ولكن السنوج يكون غير قليل مع القاة في مئتين وخمسين جرام ديل ديل حرمل مع معلقة ديل أوراق السدر مع معلقة ديل القرنفل مع قليل من القرفة القرفة عواد هذا لجلب الرزق النواة إذا كان عندكم ضيفوته هو لأن النواة خير وبركة سبحان الله له طاقة إيجابية في طرد التوابع لجلب خيرات ورائع في التبخير الناس اللي اكتشووا أن النواة صالح للتبخير ما بقوا شي لحوهم إما تحطوهم في ماء ويتبخوهم في ماء ورشو بهم البيت لأنه خير وبركة إذا غادي ناخد النقود الصفراء غادي نوضعهم مع هاد الحرمل هاد النقود يبقوا مع الحرمل الكمية ديل النقود الصفراء تكون كتيرة أو قليلة المهم غادي ناخده واحد الكمية تبقى في هاداك الحرمل احتسى لي ومن بعد نعود هاد الوصفة واللوح فيها هادوك النقود الصفراء عدنا زيت الزيتون اللي غادي نحطه فيه ورقة الغار مع ثلاث نواة دي الطمر مع نقود صفراء زيت الزيتون اللي غادي نسحو به العتبة وغادي نضيف ليه قليل من المسك هاد المسك اللي غادي ان شاء الله نضيف ليه هاد المسك الأحمر راهو رائع وغادي نوضعوه مع زيت الزيتون أنتو ما غادي نوضعوه مع زيت زيتون هنقرأ لي صورة الواقعة كاملة صورة الفلق ثلاث مرات صورة الناس ثلاث مرات صورة الإخلاص 11 مرات صورة الكافيرون 7 مرات وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته الله سبحانه وتعالى قادر يبسطل أي واحد الرزق وقادر يعطيه من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب لأن الله والخزائن يالله كلها عند الله يعطيك مهما أعطاك ولكن لا تنفد ولكن احنا تندجروا وتنخافوا من قلة الرزق لأن بعد الأحيان تكون غير النحس تابعك من أنظار الناس أو متبوع من شخص معين أو متبوع من جار السوء أو متبوع من الأسرة أو متبوع من شخص تيراقبك ليلاً ونهاراً تكون لديك نحس إذن احتاطوا من هذه القادية وحاولوا أنكم تديروا الحرمل كتب خير لطرد النواحس وطرد التابعة وطرد السحر من البيت ونبخر أولادي ونبخر راسي المسح المسح العتبة بهذه الزيت الزيتون اللي قرأت عليه صورة الواقعة وقرأت عليه صورة الفلق صورة الناس صورة الإخلاص كافرون نضيف آية الكرسي للتحصين الباب وغادي إن شاء الله بحول الله ندهن العتبة ندهن الباب ثلاث أيام ثلاث أيام غادي يكمل هذا الزيت كل صباح نمسح العتبة والباب وكل من براء ومن داخل غادي نمسح الباب زيت زيتون مع المسك مع النوى 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 اللي غادي بقى لكم هنايا وضعتوه مع النقود وتوضعوهم هنايا وتوضعوهم مع الحرمل الحرمل لاشنو غادي نقرأ عليه نقرأ عليه إن شاء الله صورة الواقعة مرة واحدة صورة الجن مرة واحدة نقرأ هذه الآية إن الله هو الرزاق دل قوة المتين 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 هو الرزاق هو القوي هو المتين هو اللي ترزق من حيث تحتسب ومن حيث لا تحتسب إذن تمسحي توضعها في الزيت وتمسحي بها العتبة والباب من البرة ومن الداخل أما البخور تبخروا إما صباح وإما الظهر وإما العصر يبقى نصف ساعة المغرب تبخروا هذا هو آخر وقت تبخروا فيه لأن التبخير من مرأ الحر من المرأ من المرأ المغرب عنده طاقة أخرى هذا كليل جلب بحل المرأة اللي بغا المرأة اللي بغت أنها تجلب الزوج ديالها تكون مطلقة أو أنها عندما تشاكل مع الزوج ديالها ستقرع لي قراءة أخرى وتديروا من مرأة المغرب إنه عنده طاقة أخرى هو عنده تتشكل بطريقة أخرى إذن للطريقة الرحمانية ستخدموا من الفجر حتى العصر تبقى نصف ساعة المغرب ستحاولوا أنكم تبخروا إذن سنضعوا في واحد سنضعوا في واحد الكيس محكم الغلق و سنبقى نبخر على الأقل جوج مرات في الأسبوع نقدر ندير خميس الجمعة أو ندير جمعة أو السبت أو السبت والحد ثم في الاختيار أو في أول أسبوع أو في آخر الأسبوع إذن الوصفة ديالي دياليوم هي عبارة على جلب الرزق طرد النواحس طاقة الجد بطريقة رحمانية طرد التابعة من العتابة سبحان الله هذه الوصفة الناس اللي عندها البنات بدون زواج غا يكون يتفتحوا الباب ديالهم بهذه الوصفة لأن صورة الواقعة مع زيت الزيتون مع أوراق الغار مع النقود مع مع النواة سبحان الله لها طاقة إيجابية في جلب الحضوض للزواج للمال للعتابة تكون طيبة بإذن الله إذن الزيت نغطيه من طاقة سلبية ونحبقه وندهنه ثلاثة أيام أو نقدر ندير مدة أسبوع نتيف الاختيار أما التبخير تبقي تبخري جوج مرات في الأسبوع حتى ينتهي هديك مئتين وخمسين جرام ديال ديال الحرمل تخلي في واحد الكيس وتبقيت بخري بها على الأقل مدة شهر حتى تحييلي النواحس ديال تعطيل الأحوال في المال إذن أحبابين لا أعجبكم الفيديو خلوا لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم جمعة مباركة والسلام